مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية نظمت شركة فيرستارغيت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن معرض البحرين الدولي للمنزل الحديث والذي سيقام تحت رعاية معالي شيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في السابع والتاسع من ديسمبر المقبل بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ويشكل معرض المنزل الحديث نقلة نوعية في صناعة المعارض المتخصصة لما يضمه من أقسام ومعروضات حديثة ومتطورة تناسب المهتمين بمجال الأثاث والديكور والتصميم الداخلي ويتوقع أن يشهد المعرض في نسخته الثانية مزيدا من الحضور نظرا لتنوع المعروضات وحجم المشاركة الكبيرة من قبل العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية حيث يعد المعرض فرصة لعقد اللقاءات والصفقات وتبادل الخبرات مما يسهم في تطوير الحركة التجارية والاستثمارية في المملكة سنتحدث اليوم عن الاستثمار في البحرين والتجارة في البحرين والحركة الاقتصادية في البحرين وعن حرية التجارة في البحرين التي تسهل المستثمرين الاقتصاد والاستثمار في مملكة البحرين اختتمت أعمال البرنامج المتخصص لبناء القدرات في مجال صناعة الخضراء وحلول الطاقة المستدامة والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون مع جامعة البحرين وقال الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو في البحرين ان تصميم هذا البرنامج اتاح للمشاركين الفرصة لتعرف على احدث الاتجاهات في مجال الحلول المستدامة وزيادة التفكير في السبول العملية المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة لمعالجة مشاكل الاستدامة في الصناعة ويهدف البرنامج الذي يحمل عنوان الصناعة الخضراء الى التنمية الشاملة والمستدامة بمشاركة ثلاثين خبيرا من سبعة عشر بلدا حيث يتم من خلاله التركيز على كيفية استخدام التكنولوجيا الخضراء والتمويل كأدوات لتطوير نظم التنمية المستدامة في المنطقة